دراسة حديثة تكشف عن تزايد اللجوء إلى الدروس الخصوصية في النمسا يعني الحقيقة الظاهرة دي ازدادت في الآوينة الأخيرة اللي هو عملية التواصل عن طريق برضو وده بيتم برضو حاليا دلوقتي أونلاين إن انت ممكن تتواصل موضوع الدروس الخصوصية ويمكن دي كانت في مجتمعاتنا العربية مشهورة جدا زمان حاليا دلوقتي مع أقول أنا تدهور المستوى التعليمي يعني أصبح إن عملية توصيل المعلومة في المدارس أصبحت بطيئة أو خاطئة وهي اللي بتخلي أولاء الأمور إن هما بيلجأوا للدروس الخصوصية للطلاب نعم نعم أو ضعف الكفاءة صحيح يعني هذا الخبر بصراحة أيضا كان فيه له حيز لا بأس به هذا الخبر شو كان عنوانه اللي هو دراسة حديثة تكشف عن تزايد اللقوء إلى الدروس الخصوصية في النمسا نعم دراسة حديثة تمام وجدته فبالتالي طبعا هذا الدراسة قامت بها الأربايتا كامر وقالت أن 49% من التلاميذ 49% من التلاميذ تلقوا دروس الخصوصية خلال العام الدراسي الحالي وقابل 30% فقط في العام الماضي وتشتير هذه دراسة اتجاه مقلق يبرز الحاجة لتعزيز مبادرات الدعم التعليمي لضمان تكافؤ الفرص طبعا أكثر المواد التي اضطروا إلى تدريسها هي موضوع اللغة الألمانية والرياضية والضبط يعني هذه المواد موضوع اللغة هذا شيء طبيعي هذا الرقام أعتقد مبررة بحكم أن بهذه الفترة جاء الكثير من الأطفال إلى النمسا دخل العديد منهم وهؤلاء يحتاجون إلى حصص تقوية طبعا جزء من هذه الحصص قامت بها المدارس نفسها وقدمت هذه الدروس الخاصة فصول التقوية فصول التقوية بناء على تكاليف خاصة تكاليف تدفعها المدارس لم تكلف فيها الأشخاص وأيضا قام بعض الأشخاص بتخصيص معلمين خاصين ودفعوا ما يصل إلى 750 يورو لكل تلميذ خلال العام الدراسي يعني هذا مبلغ بصراحة مبلغ كبير يضيف إلى يضاف الأعباء المالية على الأسر واللي عندهم أكثر من طفل وعندهم مشاكل وفي مراحة الدراسية مختلفة بالتالي هذه إشارة على أنه يجب الاهتمام أكثر بالنظام التعليمي النمساوي من ناحية خاصة موضوع الرياضيات موضوع اللغات اللغة الألمانية وأيضا لابد من أن يكون هناك أيضا اهتمام من جانب الأهل بنفس الوقت بتقديم يعني بيحاول تقديم البيئة المناسبة للأطفال والطلاب فعليا لأن يستطيعوا أن يتعاملوا مع منظومة التعليم اليوم يا سيد الكريم الطفل والشخص الذي لا يتعلم سيكون يعيش على جانب المجتمع يجب اليوم أن تتعلم يجب أن تقرأ يجب أن تدرس لا يكفي التك توك وواقع التواصل الاجتماعي أن تعلم وأن تنشئ أجيال مثل التعليم الذاتي له وضعه الخاص ولكن التعليم في الصغر التعليم للأطفال التعليم التعليم في الصغر قدرش على الحجر ماك سيد الكريم فبالتالي هذا الشيء بالغ الأهمية يجب الاهتمام به قدر الإمكان لا نستطيع لن نقول أكثر من ذلك يعني ولكن التعليم ثم التعليم ثم التعليم يعني أنا شايف أن الحكومة القادمة هيبقى على عطقها أعباح كبيرة جدا من ناحية المجال الصحة ومن ناحية مجال التعليم والعملية الاقتصادية يعني شايف أن دول ملفات يمكن هما دول البرامج الانتخابية اللي حتخاطب الناخبين في الموضوعات الهامة دي أعتقد هو ده اللي يقول له نصيب الأسد على كلها نحنشوف الأيام القادمة ما هي الحلول المطروحة في الأيام القادمة وإن كان طبعا هنلتقي أسبوع القادم وتحليل الانتخابات في البرلمان الأوروبي أستاذ أحمد بشكرك شكرا جزيلا وأتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة وكون كده فت وإن شاء الله نتقابل طبعا نتقيق الأحد مع نفين وإستاذ نفين في برنامج قانوني بالغ الأهمية تأخير الإجراءات تأخير الإجراءات إجراءات اللجوء إجراءات التفنسية أي إجراءات وموضوع لما الشمل ووضوع بالغ الأهمية أتمنى لك في كل التوفيق ربنا يخليك وأعتقد يمكن السادة المشاهدين يمكنهم طرح الأسئلة خلال التعليقات يوم الأحد أو الاتصال اتصال من طريقها رقم الهاتف فنفتح التلفلات مشاهدين الكرام حديثنا اليوم انتهى وإذا كان في العمر بقية فحديثنا معكم له بقية وأشكر حضرتكم شكرا جزيلا وأشكر ضيفي في السوديو المهندس أحمد مراد نهاية أسبوع السعيدة ولحضرتكم أيضا نهاية أسبوع السعيدة شكرا لحسن المتابعة كنت معكم أنا ممدوح مكين شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة